حاجة من المسؤولية تحت معلومة طيب الاطفالة كان معها انتو ما تستوعبوهاش. يعني شوفوا كم من المعاناة اللي بتحصل. والناس تانية عشان تجيب ولاده هنا. تمام? وخشي لك الفصط الاولاد. وانت مشيخ ده بادئ. يعني على سبيل المثال الطفل عشان يجي لك الحضانة الصبت. ايه اللي اول حاجة اهم بتعمله ايه? تغسل له. تلبس. هتبقى لبس الواحدة واحدة قبل العز. هتبقى لبس الطفل ده. لبس دي نقطة. النقطة التانية. محتاج كل يوم ايه بقى? طاق. ده احنا في اللبس. انا بقى اخو بان دي بان ده شاشوف غس كم لحاجة من المسؤولية عشان انباشا يجي لك الفصط اين? ماشي يبقى محتاج حد يلبسه محتاج كل يوم طاقم المختلف محتاج نغسل له هدومه. وميزانية في الغسيل ده مقى? كل يوم نغسلة بتغسل ونغحب لغسيل الشغال والمسحوق شغال ومصاريف شغال. ميزانية وتعب وبوكت ونشر الملابس. وقات الملابس على الطفل وقات الله عاره تاني وقات كزا. والبنات محتاجة حد ايه? يسرح له. طيب الطفل ده طفل ده علشان يجي لك هنا الساعة تمانية. وعشان نعمل له ده كله يوم الساعة كان. على قل سبعة. طب قوموا بقى توموا الساعة كان. عشان تعملوا بقى السندوتشات بتاعته بقى والتاقلين والبطاطس وتسلقلوا البيض وجعزوا السندوتشات وكان هتحجيب بقى من الفرن. اه العيش ولا لا او حوار. ماشي? طيب كل ده عشان ايه? طيب بعد ما جحزناه ولبسناه عاوز ايه? مصروف. والمصروف دي بقى في عدة التفاصيل. التفاصيل الاولى ان البشر دلوقتي هو ماشي عاوز بقى على اقل اللي نجيبه قده. على اقل اللي نجيبه. اه من خمسة لعشرة جنيه. دي نقطة. النقطة التانية. ومحتاج سندوتشات في شنطيته. ومش كده وبس. ولو قطت فكهة اه عصير في البتاعه ولا حاجة مفيش مشكلة. هو ماشي في الشارع بقى مع امه امه جايباه يعمل ايه بقى? يشبط. وانطبطب عليه واندلعه واند الرضيع عشان يروح فين? الحضانة فهو اللي بيدير. دي بالنسبة للمصروف. تعالي بقى بالنسبة لاشتراك الحضانة. اشتراك الحضانة بقى لاما شهري لاما سنوي وكده فلو سنوي ممكن يضحه بقى بالاكلة لتالي وعشان يوفره خوصة لايه? القضانة. عشان يتفعه المصاريف لحضرتك. طيب طيب لو همه في ديئة ممكن يستلفوا. عشان يريح ده دماغه من صداع الاشراف الايداري اللي كله شوية المصروفات فين عند ابنك ودفعش والعوار ده. طيب لو هيجي من بلد تانية محتاج ايه? عربية وبعض. ميزانية تانية. وتكاليف تانية. فهو التكاليف بتاعت الايه? الحضانة. يعني انت خياله في بعض الناس بتدفع في الشعر اكتر من ربعمين جنيه. واكتر من كده عشان يجينا الحضانة. تخيل مبلغ كبه. ففي حضانة تانية اكتر. يعني بتكلم في صريحة الحضانات المتوسطة في القرى والاريات. لكن في اكتر من كده. فتخيلوا الميزانية ديت بتتصرف. طيب محتاج بقى لهو مش جايبة عربية. محتاج حد يوديه الحضانة. وحد ياخده حضانة. يودي الصبح يعني يخش بيه. يتمنع سندويتشات. يجيبهم الكانتين. تمام بس ريح. الدماغه ريئة. مزاجه مصبوط. وتعبوا امه ماشية. واخر النهار. تيجي. تقفوا دام البوابة. من ربع النص ساعة. على من اطفال او يجو درعة في تطلق ايه? المعاناة دي ليه? المعاناة دي ليه? ليه ده كل. عشان ماشي يتعلم. لو كم المعاناة ده مش طفل. انت عندك مسلا في الفاس تشوف كم طفل. تعالوا بقى لو عشان نوفره ميزانية ديت مين نوفره ميزانية ابوه. طيب نقعد مع الراجل ايه يا عام اخبر شغلك ايه والله وانك انا اتعبان في شوف. عندي مدير تعبني. ارفني. والمشي في ارفني. طيب انت اني انت اني جبرك على كده. وانا حشان خطر الايه? حشان خطر الايان? خطر الايه? الايان? طب تعالوا بقى معاناة الام بقى في البيت. طعي الطعام وتنظيف وام زاكرة للطفل ومتى بعد وزيارة. وتيجي الزوركو بقى ابن عامل ايه? والتليفونات والمصاريف وتكاليف المعيشة. عشان توفر الجو المناسب عشان الطفل يجي لك انا راية. خش البيت. اب وام. في مشاكل وسرية ايه عمل اتحمل. عمل كامل مشاكل دي ليه? انك عشان خطر الايان. يا بنت ايه اللي جابك على عيش الصعبة ديت? انك عشان خطر مين? عشان خطر العيال. خلاص? فالتنين متحملين مشاكل وسرية عشان خطر مين? عشان خطر العيال بيعملوا بالمسل وقول لك راحت عيالي وراحت ايه? بان? راحت ايه وراحت ايه? بان. وانت يا غالية الغاليين. ممكن تقوم في الفسط هنا. في حتة تانية انت. طيب تحمل وياديين بقى حرقة الدم. انا بقى حتا لقت انا يعني ايه بقى بل تمسة كده لما لايق ايه? حرقة الدم بين السلاير. بيت عيلا. البيت ابن عمه بيجي الحضانة. والبت هنا تيجي الحضانة. فالبنت احسن اعلى مستوى من ايه? من الوقت اهم من الوقت جاي بقى معال مش الحضانة زي الحضانة ونفص زي الفص وبدفع زي ما بتدفع البيت الاوروبة اللي بديها قطر يقول لها دي اتحسن من الوقت في ايه? كده انا سمعت الكلام ده ابو ادني. اه. البيت دي ايه يعني احسن من الوقت في ايه? في القضاء. وايه بقى والبيت دي بقى الهلوبة في البيت. تقاموا كده? غير الولد. فده حرق الدم طبعا. الوقت البنت احسن من الوقت لأولاد عم بيت واحد. وفي الوجب وهي اتقدمنا في فاصلة اعلى ونقلوها فاصلة اعلى والد لسه خايف. وكذا فطول الفترة دي اتحرق الدم في البيت وبين السلايف بالمقارنة بين الاولاد في العيلة الواحد. ده حدو بقى الوقت روح البيت. واخد واجب. فانا ام بقى بتبدأ رحنا معا بقى من اول ما يخش البيت في كتاب تلوقع. حرق دم واجع علم شدة معاناة عشان البشر يكتب ايه? يكتب الوقت. الله ينور عليك. تمام? بعد كده بقى معاناة تانية بقى. احنا قلنا كان فيه بعض الحضانات العربية السيارة كان بتقفل ثلاث سبعة اللي روب. انا اتفاجئ لما بعمل استجواب كده بالتليفون على بعض الحضانات عندي. فليت ان اه الاهالي بيقول لي ده انا ده اول مش ياخد باله. هو بقولي العربية بتيجي سبعة اللي روب. سبعة العشرة بيمشي. يقول ليه بيستنى خمس دهائي. فقلت بالي طب احنا في الشتاء. الولد اللي سبعة لربع ده العربية عنده اي من يوم الساحة كان. في عز التلج ده. ايه ده? ده شفت المعاناة طب امه ايماله امتى الوقت ده? عشان انت بقى انت تجاهزه وينزل ببرينتس. فكم معاناة كبير جدا. مش ام انت عندك كم طفل في الفصلة? كم بيت? كم اسرة? كم ام? كم عبد? بيحان المعاناة ايه? تمام? وكمان عندك بقى ستة كل الام مربوطة جنب الطفل. عايزة تزور اهلها? مش عارفة عشان الباشا فين عنده حضانة? عايزة تعمل مشوار مش عارفة ليه استفادة النص ساعر الحضانة? فاطلع. فهي مربوطة جنب حضرتك. يعني شوف جيش شغال على حضرتك. ممكن? بس في الاصل مربوطة. يعني ايه مربوطة? اه? مربوطة جدا جنب الولد. ولولوت بقى عيان وجانكم الحضانة عيونة بقى ايه مسكة تليفون كل شيء يا الوه. الوه ده عاملين? الوه. طب مونا على ايه? كلمونا على كده. فمعاناة حجم المسؤولية يا شباب كبير. كبير. طيب انت كم معلمة بقى? ممكن بطاقاتك داخل الفصلة دي بقى تحترمي ايه وتقداري تحب الناس دي وتضحياتهم وتجبر بخطر. تخيالي الام لما يوصلها ابنها كده. يعني رغم المعاناة دي والقاب رغم المعاناة دي. وربنا يكرمه في اولاده ينسى تحب السنين. قل لك يا سي ربنا عوضني فين? اولادي. والصدية. منهج الطفل العبقري. خير البناء. بناء الابناء.